اليوم في جانب إجراء اليوم منقول الأسبوع المقبل سيمثل باسم عوض الله والشريف حسن سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة شو الإجراء اليوم؟ الناس من اليوم مش فهمة مش عارفة كيف تمشي الإجراءات في المحكمة الإجراءات بتم كالتالي الآن المحكمة بعد ما تستلم ملف الدعوة بتم تعيين تحديد موعد للجلسة خلال عشر أيام بتحدد موعد لأول جلسة بمثل المتهمين الآن في أول جلسة أمام المحكمة بتم سؤالهم عن التهم المسندة لهم وبسألهم ناين أسبوع الجاي عشر أيام خلال عشر أيام المحكمة المدة لا تزيد على عشر أيام هيك نص القانون يجب تعيين أول جلسة بس تعيين أول جلسة بتستدعيهم المحكمة وبتسألهم عن التهم اللي وارده بحقه بتسألهم هل أنتم مذنبين أو غير مذنب؟ مذنب أو غير مذنب؟ بالضبط إذا قال مذنب تسجل اعترافه كما يدلي به إذا قال غير مذنب بترفع الجلسة القضية إلى جلسة قادمة مشان يتم استدعاء الشهود الواردين في ضمن قائمة البينات وبتدى تسمع بهؤلاء الشهود الجلسات في أمن الدولة خلال 48 ساعة متفالياً كل 48 ساعة جلسة؟ بالضبط حتى إذا تتأجل أكثر من 48 ساعة لازم يكون بقرار معلل من المحكمة اللي استأجلت للفترة فهي يعني معكمة أمن الدولة تتميز بأنه هناك سرعة بالإجراء الآن بعد ما تستمع نحن نتوقع القانون يقول عشرة أيام وستعقد الجلسة الأولى ثم كل 48 ساعة نتوقع جلسة إلا إذا رأت المحكمة أو عللت المحكمة يعني هي جرت العادي أنه بعطوا المهلة ثلاثة أربع أيام يعني ممكن بالأسبوع يصير جلسة أو جلستين مثل هذه القضايا نعم اليوم عدد الشهود واضح ما بتغيره شهود نية بستة ما بتغيره خلق ما بتغيره صح؟ لا ممكن ممكن لا طبعا النيابة بموجب المادة 217 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا في بيّن ما كان الظاهري عنده وظهرة جديدة تستطيع تطلب من المحكمة إدراج اسم شاهد أو اثنين أو بيّنة خطية ما كانت موجودة عندها بعد تبليغ المتهم أو محامية باسم هذا الشهد وارد أما اليوم إحنا نحكي بالموجود موجود البيّنة الواردية في لائحة الإتام قديش بدنا مودي زمنية حتى نسمع يعني إذا بتحكي خمسة شهود أعتقد مع كم بيّنة خطية يعني مفترض ثلاث جلسات أسبوعين يعني أسبوعين ثلاث هذا الاستباع فقط إلى دلت الحق العام إلى دلت الحق العام هذه الشهود موالا شاهد ممكن إذا فيه مناقشة ممكن الشاهد تستمر مناقشته يوم كامل وتتأجل ليوم ثاني متابعة المناقشة بس بالظرف العادي بظرف الطبيعي المعتاد خمسة شهود بتهم ثلاث جلسات اشتركوا في القناة